طهران وموسكو متمسكتان بالحزام الشيعي الذي سيشمل إيران وسوريا والعراق ولبنان وهو ذو أهمية بالغة بالنسبة إليهما هذا ما أكدته صحيفة كوريير الروسية في مقال لها والتي رأت أن موسكو تدفع للمضي قدما في صنع هذا الحزام وتعزيزه الصحيفة الروسية قالت أنه كان ينبغي أن يكون الحدث الرئيس في الخريف الذي مضى عملية عسكرية واسعة نطاق للقضاء على آخر منطقة تصفها موسكو بالإرهابية في محافظة إدلب وقد أدت معارضة هذه الخطوة إلى تحالفات ضرفية بين مختلف الجهات الفاعلة والتي تقوم بينها خلافات جدية في وجهات النظر وترى الصحيفة أن اتخاذ واشنطن وأنقرة موقفا موحدا لتعطيل الهجوم على إدلب يعني منع روسيا وإيران من تعزيز وجودهما ودعم الحرب لإجبار موسكو وطهران على انفاق أكبر قدر ممكن من الموارد ما يجعل من الصعب تحقيق نتيجة مقبولة وبالنسبة لتركيا التي تعيق العملية العسكرية في إدلب فأن ذلك سيحل مشكلة إنشاء منطقة عزلة في هذه المنطقة كما أنت عطيل العمليات العسكرية في إدلب يدخل في سلسلة واحدة من الأحداث والعمليات المتعلقة بردع إيران وفي نهاية المطاف طردها من مناطق النفوذ في الشرق الأوسط ناهيك عن الخطب المضادة للمعارضة في إيران نفسها والاضطرابات في العراق والمعارضة العسكرية والسياسية لتوسيع وجودها في سوريا كلها حلقات مترابطة في العملية الاستراتيجية ضد طهران أما بالنسبة لموسكو فترى الصحيفة أن ضعف موقف إيران غير مقبول لأن الوجود الروسي في سوريا من دون دعمها سيصبح بالغ الصعوبة وربما مستحيلا وتستنتج الصحيفة أن موسكو تحتاج تبعا لذلك إلى مراقبة المظاهر المعادية لإيران في جميع بلدان الحزام الشيعي وهي الطريقة الوحيدة لتقييم مدار سوخ أو عدم استقرار موقع إيران في سوريا وبالتالي المواقع الروسية فيها وهكذا فأن المصلحة الروسية تكون في تعزيز نفوذ إيران في أراضي دول الحزام الشيعي بحيث تتمكن روسيا من سحب معظم قواتها من سوريا من دون خوف وفي الوقت نفسه من المهم الحفاظ على النفوذ العسكري